وكعادة حلقتنا بيكون معانا دايماً تغطية وأحداث وأخبار كتير جداً لكن هنبدأ حلقتنا من إمبارح إمبارح نعلي القناة النادي الأهلي احتفالية طريق بموسم هو الأعظم في تاريخ النادي الأهلي موسم حافل بالبطولات والنجاحات على كل المستويات الحقيقة مفيش أفضل من كلمة الكابتن محمود الخطيب اللي نبدأ بيها حلقة النهاردة يلا نشوفها مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وحضراتكم طيبين وفي البداية وقبل ما أتكلم عن احتفالية النهاردة والبطولات والأبطال اللي يشرفونا لازم في الأول نحمد ربنا سبحانه وتعالى نحمد ربنا ونشكره على التوفيق والنعم اللي ادهلنا الحقيقة نعم ربنا كتير جدا وتوفيق الله قبل أي حاجة تانية اللي خلونا النهاردة موجدين للوقتي علشان نحتفل بموسم زهبي موسم تاريخي للنادي الأهلي مش بس على مستوى الفرق الرياضية اللي هنسعب بيه من نهاردة أو سعيدنا وحنسعب بيه من نهاردة لا كمان على سعيد البنية التحتية والمنشآت في كل الفروع الحمد لله احنا من ثلاث شهور بس افتتحنا الفرع الرابع للنادي الأهلي في التجمع الخامس بتكلفة عدت مليار ونص وبنسعى حاليا في الإجراءات علشان يكون لنا فرع جديد في مدينة العالمين بس زي ما حضراتكم عارفين الكلام ده لازم يتعدد الأول على الجمعية العمومية كمان بتجيرنا عروض كتير من محافظات مختلفة علشان نعمل فروع هناك واحنا مقدرين جدا جدا لكل العروض اللي جات لنا وبندرس منها حاليا اللي يحقق مصلحة النادي وكمان يحقق تواجد النادي الأهلي في بقاع مصر بأكملها ان شاء الله الحقيقة النهاردة برضو يوم من الأيام المميزة يوم يخليك تشعر بالفخر تشعر بالفخر بالأهلي وليه الأهلي مش علشان احنا مسئولين ولا في موقع المسئولية لا علشان احنا منتمين لهذا الكيان العظيم طبعا العظمة لله سبحانه وتعالى الليلة وفي حضور كل الكوكبة دي اللي انا شايفها قدامنا من عيرة النادي الأهلي السادة الاعلاميين اللي احنا منرحب بيهم احنا منحتفل بموسم هو الأفضل من كل المواسم اللي منرأة كل المواسم اعتقد انها كل المواسم اللي تقريبا ما فيش نادي في العالم حصل او عمل هذا الانجاز وحصل على هذا الكم من البطولات في موسم واحد وربنا سبحانه وتعالى يعلم ربنا سبحانه وتعالى يعلم كم الضغوط اللي تعرضنا لها او تعرضنا ليها في الفترات اللي فاتت ربنا سبحانه وتعالى يعلم كم الضغوط اللي تعرضنا ليها في الفترات اللي فاتت لكن الحمد لله والشكر الله طبعا الانجازات والارقام اللي اتحققات اكيد بتحملنا مسئولية اكبر في كل اللي جاي ان شاء الله ولازم من دلوقتي كل فرد في منظومة العمل في النادي الاهلي سواء كان لاعد او مدرب او اداري او موظف او عامل وقابلهم كلهم مجلس الادارة كل زمالي في مجلس دارة انا وكل زمالي في مجلس دارة كل واحد فينا لازم يكون مستعد لللي جاي ويعرف ان مسئولياته بقت اكبر واكتر علشان بفضل الله نقدر نحقق النتائج التي تطيق بالنادي الاهلي وكمان وقبل ما اشكر كل بطل من ابطلنا اللي بنحتفل بيهم عايزوا بالنيابة عن زمالي في مجلس الادارة نهدي كل البطلات دي لجمهور النادي الاهلي جمهور الاهلي اللي انا مهما شكرته مش حديله حقه ومش حكون مبالغ ابدا لو قلت ان احنا محظوظين بجمهور النادي الاهلي او بجمهور الاهلي عشان كده انا باهديهم هذا الانجاز اللي يستحقوه هم اللي يستحقوه وبقولهم النادي الاهلي محتاجكم اكتر في اللي جاي وانا بقول الكلمة وبقصدها اللي جاي صعب وصعب جدا وانا بقصد الكلام ده اللي جاي صعب وصعب جدا وجمهور الاهلي هو كلمة السر في تجاوز كل الصعاب بعد طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر